السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات التقصي بالمغرب فان شاء الله سوف نقدم لكم توقعات التقصي بتداء من يوم غد الاحد اربع وعشرون يناير وكذلك التوقعات القريبة المدى والبعيدة المدى لاخر تحديث نماذج العالمية التي صدرت قبل قليل فاولا اخي اختي ده كنت تشاهد القناة لأول مرة ادعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك مجديد فيديوهاتنا ونشاراتنا بحول الله ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا فيتوقع بذن الله ليوم غد ان شاء الله ان تبقى بعد تساقطات المطارية اقصى الشمال مملكة تبقى ضعيفة ومتفرقة بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء مستقرة على العموم كذلك معمور الساعات ان شاء الله فيحتمل كذلك ان تبقى بعد تساقطات المطارية على طنجة والعرائش بإذن الله وربما كذلك بعض الزخاط المطارية على شفشاون تبقى ضعيفة ومتفرقة وكذلك طنجة العرائش اصيلة وشفشاون وربما كذلك بإذن الله ووزان ولا اللاميمونة بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء نسبيا غائمة الى قريلة السحب كذلك في فترة مسائية فيتوقع كذلك استمار الزخاط المطارية مع قدوم جبال اخرى ان شاء الله ان شاء الله في هذا الفيديو اذا كان ستدخل الى المملكة. بالنسبة للمناطق المانية بعد تساقطات المطارية فهي اقصى الشمال المملكة العرائش وطنجة وكذلك اصيلة وشفشاون ربما بعد زخاط المطارية تبقى ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة ليوم الاتنين خمسة وعشرون ايار فوح شمال كذلك استمرار زخاط المطارية اقصى الشمال المملكة قدوم العرائش وطنجة واصيلة وشفشاون وكذلك تطوان والقنيطرة ربما مرتفعة الريف. بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء مستقرة وسيطرة المرتفع الجوي على السعالة اجواء نسبيا استبقى الاجواء غائمة اقصى الشمال المملكة محتمى القطرة الضعيفة ومتفرقة في الفترة المسائية من يوم الاتنين فهي توقع باذن الله كذلك استمرار زخاط المطارية او الزخاط المطارية اقصى الشمال المملكة في مرتفعة الريف والطنجة والعرائش واصيلة وشفشاون بايدن الله ووزان قد تكون باطل قطراش كذلك على سبشاوة طوال وكذلك تنجة والفنائد قول مضيق. بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء نسبيا غائمة على قرية سحب. بالنسبة لي يوم التلاتة ستة وعشرون يناير فهي احتملوا بايدن الله وشوقه كذلك بعد ان تبقى بات الساقطات المطارية اقصى الشمال المملكة. تبقى مطار ضعيفة ومتفرقة خصوصا مرتفعة الريف وقدارك اقصى الشمال المملكة. بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء غائمة على قرية سحب اقصى الشمال المملكة. واجواء صافية في المناطق باقي المناطق الاخرى. بالنسبة كذلك للفترة الصباحية من يوم التلاتة ستة وعشرون يعني ارفي احتمل بايدن الله كذلك ان تبقى الاجواء مستقرة الى قللة سحب. ما احتمل باطل Thirty امل. اما بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء صافية الى قللة سحب بنسبة لليوم الاربع يحج物 بادن الله كذلك ان تبقى الاجواء مستقرة واتخرا بجبهى منطرة صنارة. ان شاء الله اذا كانت ستدخل الى المملكة. فعلى المستبقى الاجواء مستقرة في الفترة الصباحية ليوم الاربعة سبعة وعشرون يناير. اما بالنسبة لباقي المناطق اخرى ستكون اجواء كذلك صافية وسيطارة المرتفعة الجو الأزوري الذي تبلغ قبل مجوء الف وتمانية وعشرون هكتوب باسكا المعضو هو مرتفع اخر فوق اه المنطقة المغاربية تبلغ قبل مجوء الف واربعة وعشرون هكتوب باسكا. بالنسبة للفترة المسائية كذلك ستكون اجواء مستقرة الى قائل السحب وكذلك سيطارة المرتفعة الجوي العزوري. بالنسبة ليوم الخميس كذلك تمانية وعشرون ايانير فتوقعوا بحول الله استمرار الضغط الجوي المرتفع وسيطارة المرتفعة العزوري على الاجواء سيدي ارتفاطها في فدرها الجرهارة وكذلك عدم اه يعني اه قدوم اي منخفضات بسبب هذا المرتفعة الجوي فهو لي منعوها من الاقتراب او الدخول اه الى المملكة كما تلاحظون اخوة العزوري بالنسبة للعموم في الفترة المسائية فيحتمل باذن الله ويشوقع كذلك اه دور عدة منخفضات اطلسية ان شاء الله سنرى اذا كانت ستدخل الى المملكة في هذا النموذج الاوروبي بحول الله بالنسبة للعموم استكون اجواء مستقرة الى قائل السحب كذلك اليوم الخميس بالنسبة ليوم الجمعة تسعة وعشرون يناير فيتوقع ويحتمل بحول الله ان تبقى الاجواء مستقرشا الى قائلة السحب وسيطرة المرتفعة الجوي وكذلك تقدم اه منخفضات جوي سنرى ان شاء الله اذا كان سي ادى الى بعد الزخش المطارية بالنسبة على العموم للفترة المسائية كذلك من يوم الجمعة فيتوقع بحول الله ان تبقى كذلك الاجواء نسبية مستقرة الى قليلة الساعة في معظم مناطق المملكة ذلك بسبب المرتفعة الجوي العزوري اه الذي يسيطر على الاجواء ضغط قوي وهذا الكاتقس قوي جدا ومرتفع اه عزوري قوي جدا كما تلاحظون فهو ظل عدة ايام والعلم الله وربما تغير الاحوال اه بحول الله اما بالنسبة ليوم السبت تلاتون يناير فيتوقع بحول الله ان تبقى الاجواء ومستقرشا الى قليلة السعوب في موضم مناطق المملكة كذلك محتمال اقتراب جبهة ممطرقة تؤدي بعض قطرات المطارية تبقى ضعيفة ومتفرقة بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء انسبية غائمة اقصى شمال مملكة محتمال بعض الزخاش المطارية على طنجة والعرائش وكذلك شفشاون ووزان واصيلة بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء مستقرشا الى قليلة السحب كذلك مع مرور الساعة من يوم السبت في الفترة المسائية فكذوق الاجواء ونسبية غائمة اقصى شمال مملكة محتمال بعض القطارات المطارية تبقى ضعيفة ومتفرقة بالنسبة ليوم الاحد واحد وتلاتون يناير فيتوقع بحول الله ان تكون بعض الزخاش المطارية في مرشفعات الاطلس وكذلك على مرشفعات الريف وقد تهموا بعض القطارات المطارية اقصى شمال ملكة والاجهة الشرقية تبقى ضعيفة ومتفرقة بالنسبة لباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء مستقرشا الى قليلة السحب بالنسبة كذلك للفترة المسائية من يوم الاحد فيتوقع بحول الله كذلك ان تبقى الاجواء مستقرشا الى قليلة السحب في مدى مناطق المملكة اما بالنسبة للمناطق يعني سوس وكذلك اقصى اه قيمة جنوبية فستكون اجواء مستقرشا الى قليلة السحب في مدى مناطق المملكة بالنسبة ليوم واحد فبراير في احشمال كذلك تبقى الاجواء مستقرشا الى قليلة السحب في مدى مناطق المملكة بالنسبة لتراكمات الامطار باذن الله للأيام القادمة فيتوقع ان تكون تراكمات الامطار مهمة خصوصا في المحطرة الاطلس كما تلاحظون هناك مرخفض قوي وكذلك مرتفع ازوري وسيطر الاجواء مع احتمال بعض القطارات المطارية اه على اه اقصى شمال المملكة وكذلك الظهور هذا المرتفع الازوري الذي تبلغ قيمة الف واربع وعشرون اكتوب باسكال بالنسبة للايام القادمة بحول الله فكذلك سيبقى هذا المرتفع القوي اه مسيطر على الاجواء وستبقى بعض القطارات المطارية اقصى شمال المملكة على العموم فهذا المنخفض الازوري فهو من عدة منخفضات من القدوم فهذا منخفض قوي كما تشاهدون اطلسي فان شاء الله نأمل خير في الايام القادمة اه فهنا انتهت نشراتنا والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله